السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما عدتكم هنبدأ نتكلم عن الحضانة كمشروع اول في كندا. دي بتاع الحضانة بتاعتي هنا في كندا. هنا بتاع حضانة داخل البيت. الحضانة دي كلها داخل البيت. لان هي بتستوعب بس ست اطفال بس. ما زيتش عن كده. عادي نظر سريعة بس كده. هنتكلم واحدة واحدة على ده. ايه الادوات والالعاب المطلوب للاطفال عشان بتاعهم. بتاع التطور بتاعهم. بالنسبة للستيتنج ده ممكن يتعامل في مصر في بيت كبير شوية. لو لك عندك مكان كبير في البيت ممكن يتعامل ده في المكان الكبير ده. لو المكان ما عندكيش مكان في في البيت ممكن يتعامل في طبعا شقة منفصلة او مكان منفصل. ده ازاي ما هو كده بيتقرر في كزا غرفة او كزا اوضة. علشان خاطر يستوع بعض اطفال اكتر. بالنسبة للحضانة في كندا. الحضانة هنا في كندا في مصر بتبقى مربحة جدا يمكن كمان عن كندا. لان في مصر لو الطفل بتعلم لغة وبتعلم دين وبتعلم القرية والكتابة من سن سنة لسن خمس سنين. طبعا ده اه الدخل بيبعالي جدا للطفل الوحي. فتابعونا ان شاء الله حيتم التحدث عن بارت بارت يعني جزء جزء في ده ازاي اشتري منين الالعاب دي. ايه الاماكن في مصر ممكن اشتري منها? ايه الالعاب اللي هتزود نمو الطفل وتطوره? لان احنا مش عايزين نجيب اي ألعاب انا شفت سيتنج كتير في مصر وفي حضانات في مصر سيتنج عبارة عن سلايد يعني زحليقة وسوينج مرجيحة الحاجات دي كلها حاجات بسطة جدا بالنسبة للتطور الطفل ازاي كمان اجيب حاجات فولدابل يعني يتم تطبيقها ويتم استخدامها ساعة الاستخدام بس بحيث ان يكون معايا مساحة اكتر في سيتنج بتاع الحضانة تابعونا ان شاء الله ده جزء بس بسيط الفيديو جاي ان شاء الله هبدأ اتكلمكم هروح مكان نشتنه منه الاغراض بتاعة الحضانة والمكان ده هو تماجه في مصر وتكاليفه بكل تكاليفه عشان تعرف تعمل دراسة جدوى انت هيكون مطلوب منك ايه للحضانة والتكاليف ايه شكرا تابعونا وسبسكرايب بليز باي